موضوعنا النهاردة عن ازاي يحل مشكلة اختفاء ميزة الملاحظات في تطبيق الماسنجر فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة طبعا اسئلة كتير ازاي الميزة اختفت من عندي او الميزة مش ظهرة عندي او الميزة مش موجودة عندي فالحل ايه طبعا ياريت بقى قبل ان نبدأ شرح نهاردة تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك وما تنسى ش تصلى على النبي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام طبعا الخطوات اللي انا بعملها دي ممكن تفرق معك وممكن ما تفرقش معك فطبعا لو ضبطت معك الطريقة اللي انا هقولها اكتب لي في التعليقات ماذا تفرقش اكتب لي برضو في التعليقات وأنا هقولك تعمل ايه فاحنا بنعمل شوية حاجات كده ممكن ان هي تفرق معاك وتظهر ميزة الملاحظات عندك في تطبيق الماسنجر اول حاجه تعالوا كده مع بعض على متجر بليا أبستور عندك على الموبايل وبنكتب ماسنجر بنتأكد ان التطبيق مفيش فيه تحديث يعني ان هو اخر اصدار عندك على الموبايل مافيش تحديث طيب في حالة ان فيه تحديث بعمل ايه بحدس التطبيق بقفل الموبايل طبعا عندي اول حاجة ان احنا بنحدس التطبيق عندي تحديث بحدس التطبيق تاني حاجة معايا بقفل الجهاز وافتحه تاني بقى في الجهاز وافتحه ثالث حاجة معي اتحقق من الاتصال بالانترنت اتأكد ان الموبايل فعلا متصل بالانترنت رابع حاجة معي بعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقت اللي هي اي مسح ذاكرة التخزين المؤقت بروح على التطبيق بالشكل ده ضغطة متولة على التطبيق من علامة الاي اللي هتظهر باختارها من هنا ببدأ ان انا انزل على حاجة اسمها مكان التخزين وباختارها ومن هنا بعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقت مسح ذاكرة التخزين المؤقت بتأكد ان انا عملت مسح ذاكرة التخزين المؤقت ومسح البيانات وبضغط على مسح البيانات مسح البيانات هيخرجني من المسنجر خالص اخرج وارجع سجل دخول وبشوف الميزة على فكرة ميزة ممكن تظهر عند ناس ونسلق يعني الميزة ممكن تظهر عندك تثبت معاك ومتثبتش مع حد تاني لو زبطت معك تبلي في التعليقات ما زبطتش معك تبلي في التعليقات وانا هقولك على حل اخر ياريت لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته